بحث وزير التنمية المحلية هشام أمنة عبر الفيديو كونفرنس مع وفد البنك الدولي ملف التنمية الاقتصادية لبرنامج التنمية المحلية في صعيد مصر وصراحة أمنة بأنه تم تنفيذه 4435 مشروعا بإجمالي استثمارات بلغت 16.39 مليار جنيه بقنة وسهاج مضيفا أن هناك متابعة مستمرة من القيادة السياسية ورئيس الوزراء للبرنامج من جاتية أعلن البنك الدولي مد تنفيذه برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر حتى نهاية 2024 للاستفادة من البرنامج في خلق فرص العمل ودعم التنمية الاقتصادية وأكد البنك أن برنامج التنمية المحلية نموذج للتنمية الاقتصادية المحلية المتكاملة والتكتلات الاقتصادية وربطها بالمناطق الصناعية وهو نموذج قابل للتكرار والنجاح ترجمة نانسي قنقر